تلقى النظام الإيراني صفعة قوية خلال الأيام الماضية جراء تدخله في سوريا وذلك بمقتل ثلاثة من قيادي الحرس الثورية على يد المعارضة السورية وسط معارك دامية تلقى النظام الإيراني صفعة قوية خلال الأيام الماضية جراء تدخله في سوريا وذلك بمقتل ثلاثة من قيادي الحرس الثوري على يد المعارضة السورية وسط معارك دامية انتهت بقطع رؤوس الشر الإيرانية داخل الأراضي السورية وإلى أولى ضحايا الحرس الثوري وهو العميد حسين همداني والذي يعد أبرز قادة الحرس الثوري داخل سوريا حيث كان همداني يقدم المشورة والمساعدة لنظام الأسد وقاد عددا من المعارك في الأراضي السورية وقد قتل همداني على يد المعارضة السورية في محافظة حلب وإلى ثاني قتل الحرس الثوري وهو الجنرال فرشاد حسون زادا الذي يعد أحد أكبر القادة العسكريين الإيرانيين في سوريا وهو قائد لواء الصابرين الذي يعتبر من ألوية قوات النخبة حيث تم نقل اللواء للقتال في سوريا بعد تلقي إيران وحليفها الأسد ضربات عدة من قبل المعارضة على الأرض وكانت مهام لواء الصابرين هي الحرب في المرتفعات الجبلية والمناطق الوعرة في سوريا وإلى آخر القتلى وهو القيادي في الحرس الثوري حميد مختار بند المدير السابق لمقر اللواء الأول في محافظة الأحواز العربية كما ذكرت وكالة أنباء ميزان الإيرانية أيضا عن قتلى من منسوبي الحرس الثوري وهما عارف حسيني ويار محمد مرداني يذكر أن خسائر الحرس الثوري الإيراني في سوريا أكثر من تلك التي يعلنها الإعلام الإيراني وما تم الإعلان عنه هو فقط مقتل قادة في الصف الأول في الحرس الثوري الإيراني لأنه من الصعب التكتم على مقتل مثل هؤلاء القادة العسكريين ترجمة نانسي قنقر